وعاد إليه رجده أتواصل شفوياً أعبر عن المشاهد الآتية مسترشداً به تعيين المكان والزمان سبب وجود الطفلين في المدرسة محتوى رسالة الجدة تلبية الدعوة أثناء العطلة الإجابة وصلتنا اليوم رسالة من جدتي التي طال بنا الشوق لرؤيتها جدتي التي تقتن اليوم وحيدة في ضيعة وسط الريف والتي أبت المجيء معنا والاستقرار في المدينة بعد وفاة جدي رحمه الله إنها شخص خدوم للأرض والفلاحة لا تكل ولا تمل من تربية الحيوانات والعناية بهم رغم تقدمها في السن إنها تدعون لزيارتها في هذه العطلة وقذاء وقت منتع بالقرب منها لنستمتع بجمال الطبيعة وننعم بجو مريح ومنظر بهيج وغذاء طيب مريء ومن الغد التحقنا بالمدرسة ليكون ذلك آخر يوم لنا في المدينة قبل انطلاقنا إلى الريف أقرأ النص ثم أعيد استنطاق المشاهد من جديد استقبلتنا الجدة هاشة باشة ووفرت لنا كل وسائل الراحة وذات يوم كنا وأخي أحمد الذي كان في العاشرة من عموره نرعى البقرتين بين صخور تكدس بعضها فوق بعض على شفا واد بعيد الغور وإذا بطائر يحوم فوقنا ثم لا يلبث أن يدخل فجوة واسعة في وسط صخرة عالية ينبعث منها صفير خافت وبعد لحظات خرج منها الطائر وحلق بجناحيه بعيدا فهدأ الصفير قال أحمد أعتقد أن وكر الطائر موجود في تلك الفجوة ثم وثب إلى حيث الصخرة الرهيبة الإجابة ها قد شرفنا اليوم على أبواب عطلة النصف الثلاثي الثاني من السنة الدراسية وبينما كنت جالسة عند طاولتي أسطر بعض البرامج وأخطط لجملة من البرامج وفيما سنفعله خلال هذه الأيام فغدا هو آخر يوم لنا في المدرسة آتاني أخي أحمد وفي يده رسالة وعلامات السعادة تغمر وجهه وهو يقول لي أبشري يا أختا لقد وصلتنا رسالة من جدة الحبيبة تدعونا فيها لقضاء هذه العطلة في الريف معها أين سننعم بجو مريح ومنظر بهيج وغذاء طيب مريء ونلعب في فضائه الرحب ونأكل الخبز العربي الذي طالما كانت تعده لنا الجدة ووصل حديثه ذاكرا تلك الأوقات الممتعة التي كنا نعيشها من حين لآخر في بيت جدي رحمه الله ومن الغد هممنا إلى المدرسة لإجراء آخر اختبار لنا لهذه الثلاثية أين ودعنا إثره أصدقاءنا وتوجهنا مباشرة نحو الريف أين تنتظرنا جدة الحبيبة وأخيرا ها قد وصلنا زيعة جدي أين استقبلتنا الجدة هاشة بشة ووفرت لنا كل وسائل الراحة وذات يوم كنا وأخي أحمد الذي كان في العاشرة من عموره نرعى البقرتين بين سخور تكدس بعضها فوق بعض على شفا واد بعيد الغور وإذا بطائر يحوم فوقنا ثم لا يلبث أن يدخل فجوة واسعة في وسط سخرة عالية ينبعث منها صفير خافت وبعد لحظات خرج منها الطائر وحلق بجناحيه بعيدا فهدأ الصفير قال أحمد أعتقد أن وكر الطائر موجود في تلك الفجوة ثم وثب إلى حيث الصخرة الرهيبة أنتجوا كتابيا أكتب فكرة تربط الجزء السابق من النص بنهايته الآتية حينئذ تقطأ أخي أحمد رأسه وأعاد الفرخين إلى وكرهما دون أن ينبس بكلمة الإجابة دون أن يكترس لخطورة ذلك فقد كان متأكدا من وجود فرخ فيه وأخذ يبحث عن وكر الطائر في تلك الفجوة وما هي إلا لحظات حتى عاد إلي حيث كنت أراقب البقرات وهي ترعى لكن لم يكن وحيدا بل كان يحمل بين كفيه فرخين صغيرين لذلك الطائر على ما يبدو أنهما حديثي الولادة لم ينمو عليهما الريش بعد وقال لي انظري يا أختي لقد تخلت عنهما أمهما وتركتهما وحيدين في العش فلم أستطع أن أتركهما هناك لوحدهما فضحقت عليه وقلت له إذا وجدت أي فرخ وحيدا في العش فلا تفترض أن أمه قد تخلت عنه على الأرجح أنها خرجت لتبحث عن الغذاء لفراخها وستعود في وقت قريب أجابني وهو متأثر لحال الفرخين ولكنهما كان يصرخان وكأنهما يناشدان عندئذ قلت له ليهم كم يغرد أو يصرخ لا تبعد الفرخ عن عشه أبدا فكر في الأمر كأنك تخطفه من والديه فالأم لا تتخلى عن صغارها مهما كلفها ذلك حينئذ تقطأ أخي أحمد رأسه وأعاد الفرخين إلى وكرهما دون أن ينبس بكلمة